اشتركوا في القناة والقنوات الناخلة موعد نزال كونور ضد دستو في يوم 22 يناير عفاً يوم 24 يناير الاحد ان شاء الله القادم هذا النزال ينتظره الملايين من الجماهير على مستوى العالم ومر اخرى يعود ارلندي كونور مكجريو جور الى الحلبة المعركة مهمة لمستقبل تقسيم الوزن الخفيف حيث لا تزال البطولة في حال التغير مستمر وصر رئيس الاتحاد من اجل التغيير دانا ويد على انه سيجعل خبيب نور محمد ويف يقاتل مرة اخرى وهذا هو الحدث هالجميع يبحثون عن عودة خبيب نور او حبيب نور حبيب نور اشف مع ذرة هذا المقاتل الشرس بطل العالم و يعني معظم المواقع تتوقع عودته ولكن بعد هذا النزال الذي سيكون بعد غدا ان شاء الله الاحد مباراة هامة جدا البطل ظل حازما بالشأن مقوفه من الاعتزال بعد فوزه في اكتوبر ووفاة وارده ومحمد حبيب ولكن ربما قد يخمن البعض بعودته مرة اخرى في لقاهم الاول عام 2014 استغرق ماجر جور اقل من داكيكتيل لتسجيل فوز كبير على منافسه وقعت تلك المعاركة في وزن الريشة بين ماجر جور ودستون الذين ستلتقون لاحد ايضا يعني هناك بينهم سأر قدير في وزن خفيف بما في ذلك فترة وجيزة كبطل مؤقت بعد فوز مهيمن على ماكس والواي زهب دستون في جولة اتنين عشرة منز خسارة امام كونور مع خسارة واحدة من حبيب يمكن القول ان المقاتل اكثر هيمنة في التاريخ ارتد من تلك الهزيمة مع معركة المنافس الهام ضد دان غقر في يونيو الماضي لتسكير جميع مدى العمق الذي يمكن ان يكون عليه التقسيم البالغ 155 رطلا كونور في الوقت نفسه عاد من غيابه الى الملاعب مرة اخرى وكانت عودته في يناير الماضي على دونان دوكايبوري ويسيرون في الوزر الخفيف في الواقع فاز عليه في يناير الماضي وتنفس مكجر جور فقط 155 رطلا مرتين من قبل الاحد 24 يناير السادسة صباحا بتوقيت السعودية والخامسة فجرا بتوقيت مصر تبدأ المباراة وسوف ننشر لكم القنوات والطريقة للبس والمشاهدة وسوف ننشر لكم من هنا بس مباشر على الهواء مباشرة من قناة صحافة وإعلام لتلك المباراة الهامة وهناك محاولات لأحد القنوات لنقل هذه المباراة وتحتاج دفع 69 ألف دولار رسوم للمشاهدة دفع للمشاهدة ولكن نحن سنقولها لكم مباشرة بإذن الله من خير الصحافة وإعلام على الهواء مباشرة السادسة صباحا بتوقيت السعودية والخامسة صباحا بتوقيت مصر مباراة هامة مباراة قوية مباراة تحدد البطل عودة مرة أخرى لكنورو بعد توقف ده ما أكثر من عام ومحاولة من الاتحاد العام لتغيير رأي حبيب نور محمد محمد ووف في العودة للحلبة مرة أخرى وكان حبيب قد أعلن اعتزاله بعد فوزه الأخير في أكتوبر الماضي نشكركم على حس استماعكم نشكركم على حس متابعتكم وأنا أتمنى لكم إن شاء الله مشاهدة طيبة وممتعة بعد غد بإذن الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة